اشتركوا في القناة جوامع المملكة في اقامتها لصلاة الغائب على روح فقيد الامتين العربية والاسلامية المغفور له باذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الينهيان الذي وافته المنية يوم امس جاء بناء على التوجيه الملكي السامي من لدن ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التوجيه الذي انبرت لإتمامه إدارة الأوقاف السنية في تعميم أداء صلاة الغائب على مساجد البحرين كافة استند على صدقية مشاركة مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا هذا المصاب الجلل مع إخوانهم في دولة الامارات العربية المتحدة التي فقدت رئيسا رفيع الشأن ورجلا عظيما لم يبخل في عطائه اتجاه شعبه ومد يده لمساعدة ومساندة كل محتاج ونصرة البعيد والقريب بدافع من الإنسانية المطلقة التي سكنت في دواخله وكانت المحفزة لعمل النبل من الأفعال ومحاسن الأقوال ليتربع في قلوب الأجيال التي عاصرته وستكون شاهدة أمام من يأتي بعدها من الأقوام لتقر أنه قد كان هناك رجل حمل أمانة أمة وأبقى على رسالة الخير سامية كسموها في عهد سلفه من الأخيار نسأل الله عز وجل أن يغفر للفقيد وأن يسكنه الفردوس الأعلى ونعزي شعب الإمارات العزيز فإننا شعوب واحدة في المنطقة ومصابهم مصاب لنا ونسأل الله جل وعلا أن يجزهوا عنا وعن الأمة خير الجزاء لما قدم من أعمال إنسانية وخيرية قيم صلاة الغائب على سمو الشيخ خليفة بن زايد وهذه الأمور تجري لأن هناك وشائج وصلح بيننا وبين الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا ولما لهم من فضل على كثير من الأمور الخيرية في العالم فالحمد الله قيادتنا الرشيدة وأيضا هذا الشعب الكريم يعني لا ينسى هؤلاء الناس الذين وقفوا معه المصلون ممن أتموا صلاة الظهر وسارعوا بعدها نحو آداء صلاة الغائب على من كان على موعد مع لقاء ربه أفاضت ألسنتهم بالدعاء ولهجت بل وتضرعت قلوبهم لله عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال نبيلة نصرة لدينه ولوطنه ولأمته وهذا الرجل يده في كل معمورة في كل بلاد المسلمين قدمنا الخير الكثير في دعم المساجد وفي دعم دول الأيتام وفي دعم كل المحافة الإنسانية له فيها خير كثير جدا فنسأل الله أن يكون مزان حسناته إن شاء الله أن يغفر له ويرحمه وتجاوز عنه ويتقبله في الصالحين إن شاء الله أحب أن أعزي أهالي أهل الإمارات أخواننا وأشيقان أهل الإمارات على فقيد هذه الأمة الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله علي وأغمنا صلاة صلاة الغائب اليوم في مسيح سبيتش الأنصاري يعني حزنا على هذا الرجل وقد فقدناه اليوم صلتنا صلاة الغائب عن المغفر له الشيخ خليفة بن زايد وهو قطعة من الشيخ زايد رحمة الله عليهم الناس الله سمع تعالى أن يغفروا للشيخ وشيخ صاحب إنجازات يعني ما إن شاء الله على مستوى العالم الإسلامي والكل يشهد له الشيخ بهيدة البيضاء ما سمعنا عنك الخير والعمل الخير القارق اللهم ارحمه واخفر الله وارحمنا معاه وارحمنا ونقوان بسم الله أجمعين كلنا بلد واحد والذي يصيب الإمارات يصيب البحرين والذي يصيب البحرين يصيب الإمارات فكلنا جسد واحد إن المناقب الحسنة للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله عديدة ولا يمكن عدها ومن الواجب أن يتم ذكرها وحفظها بمداد سطور الفخر في صفحات تاريخ لا ينسى الرجال الرجال صلاة الغائب في جوامع ومساجد البحرين قد أقيمت على الذي سيبقى حاضرا رغم الغياب رغم موت الجسد وبعدما فاضت الروح الطاهرة إلى بارئها ستظل ذكرى المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل هيان ماكثة في عقل كل عربي مسلم وفي وجدان العالم أجمع فبهي السريرة ستلازمه حسن السيرة والمسيرة أباد الدهر لتلفزيون البحرين محمد رشيدات م firefighters مستعمد موسيق 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 موسيق